صباح الخير او مساء الخير حسب الوقت اللي هتشوفوني فيه. هنقرأ النهار ده لبرج الحمل قراءة العاطفية. طيب آآ نطل على طول في الموضوع. الطاقة العامة لبرج الحمل. ودي طبعا دايما بقرأ قراءة عاطفية. شبعتش يقول لي عمل والحاجة دي. فانا على طول بقرأ قراءة عاطفية. طيب. اول حاجة الطاقة العامة لبرج الحمل. آآ برج الحمل شكلك آآ لقيت حاجة حلوة قافل عليها بالطبع المفتاح او آآ قافل على حاجة آآ يبتقفل شابتر من حياتك. ده اللي هنشوفه بعد كده في الورق. يا بتبدأ حاجة جديدة. ممكن تكون داخل علاقة بديدة يا برج الحمل. الله اعلم. ده بنشوف طاقة الشخص اللي احنا هنتكلم عنه. ايه ده? دي طاقة شخص حكيم جدا. شخص آآ معلم. او آآ شخص او طاقة مقزون كمان. هبنشوف اللي بعدين. انت صور افرح. ازا كده يا برج الحمل انك هتتجاوز. هنشوف. آآ اول حاجة بس انا بعمل القراءة بتاعتي. قراءة المداية. طاقة الشخص قدام طاقة. وبعد كده النصيحة. اول حاجة مشاعر الشخص ايه? اتجاه. الشخص ده شايفنا الاستقرار كله. يعني الاستقرار على اكمل وجه. آآ لان انا بص حتى شايفت هنا ايه? انت صور. ما في حد لقاك وهينتصر بيك. او خلاص. يعني. وبعدين كمان خلي باركوا استنوا. بعدين كمان الحب كله. كانت جايلكو عرض حب. آآ او خلاص جايلكو يعني. والشخص ده شايفكو تنفعه لو انت بنت. تنفعي الزوجة المثالية. او يبني معاك الحياة عموما. ولا انت ولا بيشايفك. ما مياه. تنفع القب الجميل واللزيز والزوج الفرفوش. طيب. نظريته لينا ايه? لان المشاعر غير النظرة. ممكن اكون بحيب حد بس بصص ان هو عليه صغار شوية. ان محتاج ندق محتاج يجبر كده يعني. فهو نظريته لينا ان احنا او انتو يعني كبرج حمل آآ شخص خيالي شوية نوعا ما. او شخص مندافع في الحب. او سيبكو من ده كله. هو شخص حبوب. شخص آآ ينفع ان احنا نبدأ مع علاقة حب. ما قدم عرض. وشايفكو على فكرة انتو كمان مستقبلين العرض ده. لو هو هيقدم لكم عرض. فعندو شايفكو ان انتو تنفع تستقبلوا العرض ده. او انتو اصلا قلبكو مفتوح للحب. ومستعدين في ايه لحظة حب? تلمي بحبك اردها انا كمان بحبك يلا. فعند. سوري اه اتعطى الفيديو. اه اوكي. اه فدلوقتي. اه نظرة الشخص ده دينا ان هو آآ او احنا شخص آآ حبوب جدا ينفع ان هو يستقبل علاقة الحب دي. طيب. آآ نظرته ايه لعلاقة بقى? آآ نظرته لعلاقة ان هي علاقة آآ هيبقى اساسها حب حلوة قوي 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 قوي. وان هي علاقة يعني مش كعلاقة بس نظرته كمان لعلاقة كشاملة بقى كانتو بقى اللي في العلاقة او الطرف التاني بان انتو تقدروا تستقبلوا الحب ده. بصوا ان الكابتين دول اتنين بيقدموا عروض. وهو شايفكنتو الاتنين آآ حد آآ حبوب قوي وحد ينفع ان هو آآ يعني يعطي حب. الشخص ده الظاهر بالله اعلم ان هو شخص ترابي. آآ او مائي. يعني حاجة من الاتنين يا ترابي يا مائي. اوكي? لان انا برضو الكارت اللي بعدين كارت برج الحوت. طيب او سرطان او العارب يعني. اوكي طيب. احنا بقى عبصر له ازاي? احنا بصين لشخص مشاعرنا ايه? ناحيته. احنا آآ مشاعرنا من ناحيته مشاعر آآ لسه متأكدناش منها قوي. ولكن ولكن في مشاعر. يعني برضو بتبص للموضوع هو شايفنا الاستقرار كله. هو ظهر ان في حد العلاقة دي حد عرض على حد آآ خطوبة جواز او علاقة حد في بعض الموضوع شاكله. موضوع لسه في اوله. آآ فاحنا لسه مش متأكدين من مشاعرنا قوي. بس بس هو شخص. بس انتو واسقين قوي في نفسكم. او واسقين فيه. برضو. يعني انتو مش شكين في العرض اللي هو جايبه. ولكن ولكن لسه مش متأكدين من مشاعر بقى. بس في مشاعر. اهم حاجة. طيب نظرتكو لي ايه بقى? شخص آآ بينتظر شوية. او شخص بطيء شوية. انا رجح ان هو برج ترابي. ان البرج الترابي بطيء. برج الترابي بصراحة بطيء. آآ فهو شخص آآ بيشتغل على الحاجة بس بيعد بقى آآ يعني يتأخر قوي. او بال ما يكرر. ويقول بقى انا هقول بقى حبك امتى? او كزا. يعني عبال ما يخرج مشاعره. وابال ما يبدأ البداية الجديدة اللي هي احنا عايزينها. بيكون فات وقت. مش لطيف شوية. انتو برج ناري طبعا. متحبوش الموضوع خالص. آآ مع ان هو شايفكم ان انتو بصوا مية مية يعني ان انتو ناس بتتحركوا وناس ما قدموا عرض. الزهر ان انتو آآ بتقدموا عرض الحد يا برب الحمل او معجبين بحد. ممكن تكونوا معجبين بحد وهو شايفكم ان انتو مقدمين العرض ليه. بس انتو شايفينه رجل بطيء قوي. طيب. نظرتكو ايه للعلاقة? الدفع الموت. مش معناه وحش. نظرتكو لعلاقة ان هي علاقة آآ ممكن تعمل ولادة جديدة. يعني ايه ولادة جديدة? يعني علاقة آآ تبتدي تبتدي بقى حياة جديدة. اقول لكم على ايه كمان ده اللي يفسر الموضوع ده? انتو عايزين تبتدوا مع الشخص ده يا برج الحمل حياة جديدة. عايزين تبتدوا معاه آآ علاقة حلوة. لان انتو قفلتوا الدايرة. عايزين تبداوا بقى شكتر جديد معاه. الزهر كده ان انتو خرجين من علاقة سابقة. عايزين تبداوا مع شخص ده آآ بداية حلوة. او ممكن نرجع برضو. ترجيح مهمة برضو في الموضوع ده. ان هو شخص قديم. وانتو يا برج الحمل سوري. وانتو يا برج الحمل آآ عايزين تبتدوا بداية جديدة معاه. ومقدمين للعروض بقى للمسالحة. آآ ما تيجي هنا وانا حبك. بالمعنى الادقة كده. يعني بصوا كانت هنا واحد بيقول ما تيجي هنا وانا حبك. خلصة. فانتو مقدمين له. بس هو بقى بطيق قوي. للأسف. بطيق. آآ بطيق في ازهار المشاعر او بس هو شايفكم الاستقرار كله. او شخص قديم هو شايفكم الاستقرار كله. وانتو بقى هنا منتظرينه. ومش عايزين تأكدوا على مشاعركوا قوي الا لما تعرفوا الشخص ده هيجي ولا اخلع ولا ايه. عشانا برج ناري انا بتخنق بسرعة. طبعا انتو انا مش برج ناري. وطيبعا شايفين ان هبداية ايه جديدة. طيب. بما ان الشخص ده بطيق والحاجات الجاملة دي. بس احب اقول لكم ان هو بيفكر فيكم. وآآ هيبقى في انتصار. هو شخص قديم وانتو مقدمين له عرض مصالحة. او شخص جديد. هو اللي مقدم العرض في كلا الحالتين. فيبقى في انتصار. وآآ ذكرت المأزون. عايز اتجوزكم. هبروك برض الحمر. طيب. النصيحة بتاعته ايه? نصيحته آآ ظهر لو هو شخص آآ شكاك. او شخص قديم بقى وانتو بتحاولوا تصالحوه داني. النصيحة بتقول اخرج من مخاوفك. وابدأ البداية الجديدة دي. النصيحة بتقول اخرج من المخاوف دي. وابدأ البداية الجديدة. لان آآ آآ الظاهر كده ان هو شخص آآ عنده هواكس. بيفكر كتير قوي 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 قوي. ممكن يبقى طرابي ممكن يبقى هوائي برضو. فهو شخص آآ عنده مخاوف. لو شخص جديد فهو خلي بالكو. حتى لو مقدم لكو عرض آآ يعني او مش مقدم لكو عرض بمعنى اضاق. حتى لو هو شخص آآ انتو لسه تخليم معاك كده في علاقة. فشخص بيفكر كتير جدا عنده هواكس كتير جدا ما تيجي في ادماره. النصيحة لكم انتو بقى استمروا في ازهار المشاعر. استمروا في تقديم العروض. بس خلق بالكم. آآ الكارت ده بيحمل معنيين. بصوا بقى. ده شخص بيقدم عرض. بس واقف. شخص واقف. يعني لا بيروح ولا بيجي. فالكارت ده النصيحة لكم. لو انتو بتقدموا عروض ومستنيين. لو انتو اللي مقدمين العرض ده برج الحمل ومستنيين. خليكوا وقفين في مكانكم ما تمشوش. لان الراجل ده معاه عرض في ايده اهو. ممكن يلف ويمشي. ايهو يا برج الحمل? الشخص ده بيحبك. ممكن يكون شخص ده عنده هواجز يا برج الحمل. ممكن يكون لو هو قديم لسه زعلان منك. او خايف منك. فما تمشيش بريز. خليك سبت. اقف. ولو انت شخص جديد ما تخافش برضو. الشخص ده هيتخلص من اللي عنده ويجي لك لانه بصوا بقى في كل الحال دين هو شايفكوا انتو الاستقرار. شايفكوا انتو شايفكوا حاجة جميلة جدا انتو الانتو الاجتمال اجتمال قول حاجة ليه حلوة. طيب. دي الكراءة العامة. هناخد دلوقتي آآ اه احط الورق كده عشان يفعل بتقصي ما صح. خلينا بقى نشوف الناس المنفصلة او المبتدع 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 اه الناس اللي مش مع بعض عليهم. مش عارف اقول له. مبتعد عماط. مبتعدين عماط ايه. برج الحمل. خلينا نقول هل الشخص ده بيفكر في الرجوع ولا? بلاش كلمة هيرجع انت لان ده مستقبل انا محبش اشوف المستقبل. خلينا هنشوف الناية هي اللي بتتحقق. يعني لو شفت له الناية انه يرجع ممكن يرجع فعلا. عشان ما نكونش متعلقين بالورق يعني. خلينا نشوف الاول بس. اول حاجة حال الشخص ده ايه دلوقتي. الشخص انت بعرفش عنه حاجة او بترقب على سوشال ميديا. الشخص ده حاله ايه دلوقتي يا برج الحمل. برج الحمل الشخصي ده حاليا اه اه بياخد فترة استراحة بعد الانفصال. انفصلته عن بعض او مكتعدين عن بعض. وشعر بانه اه اه مش مخزول. ولكن انت رحلت عنه. اه شعر بعورد الانفصال. اوكي? بعورد. باعراض الانفصال. اه باعراض الانفصال. اه بياخد فترة استراحة. لانه تعبان قوي. و حاليا هو مخب مشاعره يا برج الحمل. الشخص ده اه مخب مشاعره دايما. بيكون شخص جاف قوي ومخب مشاعره لانه هو حاسس انه هو اه يعني اتخزل منك شوية برج الحمل فمخب مشاعره حاليا. طيب المخب مشاعره ده بقى الحج اللي مخب مشاعره ده. لبداييني او شخص المخب مشاعره ده. سواء في اعجاب او ارتباط عمونا. ناوي يرجع? ولا لا? في نية للرجوع الحج اللي مخب مشاعره. يعني نية مسلا نيرجع بعد فترة النقاها اللذيزة اللي ياخدها دي. نسعب بنغلط في الناس والله يعني عتاب بس بنبقى بنحبوهم. بمبقاش قصدنا. مرج الحمل الشخص ده موجوع قوي 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 قوي. والله اعلم انا بحبش حوالي العلاقات السلسية. ولكن اشك ان انتو كنتوا علاقة سلسية. ولو مش علاقة سلسية وهو مخزول. اوي. عارفين ده حصره ندم اه وضع قلب بالقوي. لان هو تعبان وراحل. شايل الامه معاه ومتجه. عايز يغير اللي حصل ده. الشخص ده ما بيفكرش حاليا غير في شغله فعمله وبس. اه هي مش يعني ما تفصلش على رقص وسائل ان احنا بنشوف ناوي يرجع لا. بس هو بيفكر في شغله قوي قوي برج الحمل. وممكن نشوف برضو يعني برضو. طب بعد ما يفكر في شغله. في امل برضو يعني. انو حتى يفكر فينا. تاني. ولو خلاص كده يعني قد العلق او مش. في امل ان علاقة تصلح. ببقى فيه. سوري يعني في الكلمة ناس بردة. يبقى العلاقة قدام ممكن تتسلح وهو بيرد كده. لأسف يا برج الحمل. مش لأسف يعني. بس هو حاسس بانه اتخدع. يا انت اللي خدعته. يا هو اللي عمل حاجة ووصل للموضوع ده. ممكن تكون انت مش لت وزيته يا برج الحمل مرة واحدة. انه حاسس بانه اتخدع. لزلك هو ما بينامش. بصوا 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 الكروت عملت زي. عملت فيه يا برج الحمل. عامنين زي لما لما حب انتقم من حد. بديله الصابونة زي ما بيقول. بصوا مرجوع ما بينامش. كل ما يجي ينام. يفتكر اللي اللي حصل فيه. ويفتكر ان هو ان انتو بشيت وسبتهم. لزلك هو ما فكر في شغل او 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 او. لكن الفترة دي ما فيش للأسف اي اخوة. طيب مده ما فيش رجوع بقى يبقى اللي بقى عنا خسر دلعنا. واللي ازانة هتتردله. والحاجات الحلوة دي. في حد بقى جاي في طريقنا ولا لا بالسلطة عمابي كده. عشان ايه? عشان قلب اشتكى من قلة الهشتكى خاص. وبعدين يقول لك اللي اللي راح ت ايه? تدوي الايام. مع ان الايام لا بتدوي ولا حاجة بس هي حاجة بتريحنا وخلاص. عم ديوة قوي في نفسي. انا عملا يا فرط لك الورق قوي عشان تطلع حاجة حلو كده. هالفي اهم. سيترك باب قلب الحمل. برج الحمل جاي لك ابو برج مائي اللي احنا شايف نفكر على اولا دا. مش بقول لكم ان هو انا حاس ان هو شخص معجب بيكم. انتو مريته فترة وحشة قوي 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 يا برج الحمل. فترة افكار سودوية جامد قوي. او نقول حاجة. الشخص ده خايف يعبر عن مشاعره. وجايل لكم بالعرض. نفس الكرتين بتوى القراء. جايل لكم بعرض حبه. بس هيخرج بس ان المخاوف اللي هو فيها دي. الاول. اوكي? وانتو كمان. انتو كمان في المخاوف. لو انتو معجبين ببعض. لاني ده برضو شخص مخبي. مخبي. هو شخص اللي بيخبي المشاعر ده جماعة. بيبقى عنده مخاوف برضو. اوكي? رد الحبوب قوي. يا حوت يا سرطان يا عقرب. او اه مش عارف اشرح لكم ده بعدين. بيبقى برج مائي ولكن في الخريطة. يعني ممكن يبقى هو الشمس الجوزئة مسلا. واتطلع حوت. فهو بيبقى كده. بس هو حبوب قوي قوي قوي. كله مياه. واجه لكم بعرض في عرض ان شاء الله. بس هو يخرج من المخاف وياخد الشجاعة المتينة كده. شكرا لكم.